أهلا بكم في إستراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو الشمعدان، استراتيجية التداول في الفوركس. تعتبر رسوم البيانية على شكل الشمعدانات الأكثر شيوعاً بين تجار التجزئة والمستثمرين. وهناك أنواع أخرى من الرسوم البيانية مثل الرسوم البيانية الخطية والرسوم البيانية مع الأشيطة وغيرها. لكنها لا توضح تحركات السعر السابقة مثل ما تفعل الشمعدانات. عندما يستند التداول إلى التحليل الفني، فإن اتخاذ القرارات للتحرك في المستقبل يتم على أساس ردة فعل الأسعار في الماضي. أنا أعتقد بأن الشمعدانات مفيدة جداً وهي أحدى مؤشراتي المفضلة وتعمل بشكل كامل تقريباً في الأوقات المضطربة. وحتى في الأوقات الأقل تقلباً فيها تعمل بشكل جيد جداً إذا استخدمت جنباً إلى جنب مع واحد أو اثنين من المؤشرات الأخرى. الشمعدانات هي حركة السعر لفترة معينة من الزمن التي تتراوح بين أقل من دقيقة وحتى أسبوع أو شهر. جسم الشواء جمعة وإبارة عن فرق السعر بين وقت الافتتاح والإغلاق. ويشير السطرين من كل جانب والذان يدعيان الظلال أو الفتائل إلى أعلى وأدنى نقطة سعر لتلك الفترة من الزمن. الشمعدان الأخضر في الصورة أدنى هو شمعة صاعدة الذي فيه نقطة الانغلاق أعلى من نقطة الافتتاح. والشمعدان الأحمر هو شمعة هابطة الذي يشير إلى أن السعر عند الإغلاق كان أقل عليهم من السعر عند الافتتاح. ألوان جسم غير صلاح يمكنك تحديدها وفقاً لتفضيلاتك الخاصة. يقوم التجار بتنفيذ التحليل الفني لبناء الأفكار والاستراتيجيات للصفقات المحتملة المستقبل. تشكل تشكيلات الشموعدة مفيدة جداً لإشارة إلى احتمالات الدخول والخروج. أنا أقوم باستخدام الشمعدانات كأحد المؤشرات الاثنين أو ثلاثة الذين أقوم باستخدامهم في معظم الصفقات التي أنفذها. تظهر أشكالها ما الذي سيحدث مع السعر بشكل واضح جداً. دعونا نرى بعض الشمعدانات الأكثر شعبية وسهولة وكيفية تفسيرها.